مرحبا مجددا موضوع فكرتنا النقاشية لهذا الصباح هل صدمات الأطفال تؤثر على الحياة الأسرية؟ وقد يعاني المر من عدم الثقة الكاملة بمن حوله حتى في شريك حياته مما يؤدي هذا إلى إثارة الاستياء والغضب الخفي وعدم القدر على الارتباط بشكل آمن مع الشريك نتيجة تأثرهم بصدمات في طفولتهم لم يفصحوا عنها تبقيت ملازمة اللحم طبع متابعين ما هي آثار تجارب الطفولة السيئة في الأشخاص وما تأثير صدمات الطفولة حين يكبر الشخص في السن على العلاقات وهل فعلا صدمات الطفولة تؤثر على الحياة الزوجية؟ لمعرفة كل ذلك تنضم إلينا عبر الأطمار الصناعية الأخصائية النفسية الأستاذ آلاء فيصل أهلا وسهلا بك آلاء نورة أهلين فيكي يا مرحبا فيكي ستة آلاء إذن بداية ستة آلاء هل هناك علامات تظهر على الزوجين قد تدل على تعرضهم لصدمات في الطفولة وكيف تظهر هذه الصدمات في العلاقات عند الكبر؟ هو طبعا بالبداية الصدمات تختلف أنواعها في عدة نوع ممكن يؤثر على الفرد ويؤثر على الحياة الزوجية ومن أكثر الصدمات التي يمكن أن تؤثر على الحياة الزوجية هي صدمة الفقدان أن الطفل أمه ومثلا وهو صغير ينفصله أو مثلا يتوفى أحد الأفراد فهذه الصدمات تؤثر بشكل كبير على المرحلة التي هي مرحلة الزواج أو العلاقة بين الزوجين وطبعا بالإضافة إلى بعض الصدمات الأخرى طبعا من الأثار التي تنتج أو من الأعراض التي نلاحظها المؤشرات التي نقدر أن نقول لربما هذه الأسباب هي الأعراض هذه بسبب صدمات طفولة معينة أن بعض الأشخاص يحدث لديه خوف من الفقد فنلاحظ مثلا أنه في بعض العلاقات مثلا الرجل متعلق بشدة بالمرأة أو المرأة متعلقة بشدة يعني اللي نقدر نسميه تعلق التملك وكأنه يحاول قدر الإمكان أنه يتملك هذا الشخص علشان أنه بيوم من الأيام ما يفقده هذا شيء الشيء الثاني ممكن أنه يعاني هذا الشخص من خوف وقلق أنه بيوم من الأيام ممكن هذا الشخص يتركه فبالتالي أحيانا يسعى أنه يغير شخصية هذا الفرد أو يفرض عليه قيود معينة على أساس أنه يحافظ على وجوده أكبر فترة ممكنة معه حالو طيب كمان من الأشياء الثانية صدري صدري من الأشياء الثانية برضو أنه أحيانا يحصل خوف لدى الشخص هذا اللي تعرض لصدمه معينة ما قدرش يتقاوزه فبالتالي هذا الخوف يولد لديه قلق وتوتر مستمر فيحصل أنه ينعدم الثقة في جميع من حوله وأكبر يعني وأول شخص تنعدم فيها الثقة هو الزوج أو الزوجة فبالتالي يحصل شك يحصل غيرة وهذا برضو يؤدي إلى إيش فساد العلاقة الزوجية أو ربما الانفصال برضو من الأشياء اللي ممكن إحنا نلاحظها اللي هي سرعة الإسثارة والانفعال أحيانا نلاحظ أنه فيه بالمشاكل الزوجية يعني يحصل انفعال لأشياء مش بالقدر اللي تستدعيها ذلك الانفعال كامل ولكن الانفعال يكون هو بسبب أشياء مكبوتة في الماضي الفرد غير مدرك لها فبالتالي يخرجها في هذا الموقف هذه برضو من الأشياء اللي نقدر إحنا نلاحظها على الزوجين في علاقتهم كمان برضو عندنا اللي هي كثرة المشاكل بين الزوجين نلاحظ أنه فيه مشكلات فيه سوء تفاهم سوء توافق زواجي إحنا نسميه أو على العكس تماما يكون فيه يعني برود كبير جدا لدرجة أنه حتى المواضيع اللي تستدعي أنه فيه نقاش أو تستدعي أنه يعني أشياء مصيرية تستدعي أنه يحصل فيها نقاش أو أحد دعطا ما عادش قادر أنه يعطي أي ردة تفعل طيب ألا من المعروف بأن الشخص الذي يعاني في طفولة من الإهمال أو أنه يمر بتجربة سيئة مع الموالدين ترافق عواقب ذلك طيلة حياته حتى هو كمان في سن الرشد ما هذه العواقب التي قد تكون لدى هذا الشخص وما هي الاختلافات بين الرجل والمرأة خلال هذه العواقب من ناحية الاختلافات بين الرجل والمرأة ما فيش دراسات حدّثت اختلافات فعلية ما بين الرجل والمرأة ولكن في اختلاف ما بين الجنس الواحد أو حتى ما بين الجنسين بمعنى مثلا اللي قد يكون أنا مثلا عندي أعتبر أنه شيء محزن أو أنه صدمة معينة في اختلاف عندك ما يكونش يعتبر شيء محزن أو صدمة كبيرة في حياتك فيه اختلافات ما بين شخص وآخر بغض النظر عن مفهوم الجنس سواء كان ذكر أو أنت هذا من ناحية الاختلافات أما من ناحية الأشياء اللي ممكن تحصل كتبعات لسؤال المعاملة الوالدي أو للإهمال الوالدي في تربية الطفل ممكن الطفل لما يكبر يصبح عنده شيء ما يسمى بالذات الزائفة الذات الزائفة معناتهم نحن لما نلاقي رفض من أهالينا أثناء الطفولة أو عدم اهتمام أو إهمال أو عدم محبة أو تعامل بطريقة سيئة عنف قسدي أو لفظي هذا يولد لنا أن نحن نحاول الطفل هذا يتصنع شخصية معينة عشان يكسب اهتمام ومحبة الأشخاص اللي حوله فتتكون لديه شخصية تسمى الذات الزائفة يكبر وهو عايش بهذه الشخصية فيوصل لمرحلة معينة يحس أنه هذه مش شخصيتي ولا هذا طريقة كلامي ولا هذا طريقة تعاملي ولكن تعود ومارسها كطريقة حتى يحصل على التقبل من الناس اللي حوله فهذه ما تسمى الذات الزائفة وطبعا يحصل له انتكاسات في فترة من الفترات إذا زاد الضغط يحصل له انتكاسة لأنه أصلا هو كأنه لابس شخصية مش شخصية ولا تعبر عنه ولا تمثله هذا غانب في أيضا من الأشياء اللي هي تعتبر مؤهلات لوجود الطرابات نفسية زي مثلا القلق التوتر الخوف ممكن تحصل اكتئاب برضو بسبب الإهمال الوالدي ممكن لو نلاحظ حتى بالفترة الأخيرة في حالة كثيرة من الانتحار سواء على مستوى اليمن أو حتى على مستوى العالم نلاحظ أن في بعضهم يفتحوا كده بث مباشر أو يرسلوا فيديوهات معينة أنه خلاص أنا بنتحر أصلا مثلا أهلي كانوا يعملون بطريقة سيئة أو بيتنا يعملون بطريقة سيئة وكذا فبالتالي قد توصل تبعاتها حتى إلى مرحلة إيش الانتحار هي تبدأ بشيء بسيط ولكن تتفاقم مع المشكلة برضو يتولد لدى الشخص عدم ثقة ونفور من الأشخاص ويحاول أنه قدر الإمكان يكون مجتمع خاص فيه منعزل يعني قدر الإمكان يكون منغلق على غرفته منغلق على مثلا واحد من اثنين من أخوانه ما يكونش علاقات كثيرة لأنه كان فيه ترسبات كبيرة من مرحلات الطفولة وأيضا ممكن يعكس هذا حتى على تعامله مع الأشخاص بشكل يعني بشكل عصبي بشكل عدواني العدوانية كمان تظهر كثير وكأنه العرف يدافع ربما عن نفسه ويدافع عن المشكلة التي عانى منها في الصغر ومعرفش في حينها أنه يدافع عن نفسه يمكن بيعتبر هذا الموضوع نفسيا بعقل اللواعي دفاع عن النفس طيب ست قال كيف تؤثر إذن الصدمة النفسية التي عانها من الزوجين في صغرهما على أبنائهم تحديدا والأطفال عادة سلوكهم ينشأ من البيئة اللي هم موجودين فيها وإلى أي مدى تؤثر هذه التنشأة الاجتماعية في الصغر على المشكلات الأسرقية مستقبلا تحديدا على الأبناء نحن بالبداية نعتبر أن مرحلة الطفولة هي كأن اللبنات الأساسية لبناء الشخصية وكأنه معنا لو بنبني مبنى معين نحن لازمنا عمدان العمدان هذا هو اللي تستقيم عليه الشخصية كامل عمدان الشخصية هي مرحلة الطفولة وطبعا العالم في رويد أتكلم عن هذه المرحلة إن هي من أهم المراحل اللي مر فيها الفرد واللي هي تبني شخصيته بجانب كبير جدا فمرحلة الطفولة تعتبر من أهم المراحل وأي عرضة وأي صدمة وأي مشكلة تحصل أثناء فترة الطفولة هي تؤثر على الشخص إلى مرحلة الممات سواء بإدراك أو واعي أو حتى بدون واعي اللي هي تنتقل المشكلة من العقل اللا واعي إلى العقل اللا واعي فبالتالي تظهر آثاره ولكن نحن مش متذكرين المشكلة نفسه هذا قانب طبعا ممكن أنه يتأثر كيف عن طريق مثلا أنه بعض الأشخاص الشيء اللي تم ممارسته عليه من أهله على طول يعكسه بشكل مباشر على أطفاله فالتأثير يكون يا تأثير سلبي يا تأثير إيجابي فنلاحظ أنه بعض الأشخاص مثلا فترة شبابه يكون يستنقد طريقة تعامل أهله أو العنف اللي يلاقيه من أهله أنا ما بكونش زي أبي أنا ما بكونش زي أمي أنا بعمل عياني معاملة كويسة فلما يتزوّق تلاحظ أنه أصبح نسخة معينة سواء الرجل أو المرأة أصبح نسخة معينة من أمه أو من أبوه والعنف اللي كان أبوه مثلا لو حصل أنه ضارب من أبوه أو كذا يمارسه على طفله بشكل لا واعي وكأنه نقولها بالمفهوم العامي بربيه زي ما تربينا بالضبط بالضبط يعني التربية اللي ترباها من زمان على على استقبل أولاده طيب خلنا نتكلم الصدمات هذه أستاذة ألاء اللي تحدث بحياة الأطفال تفضلي في ملاحظة أنه كمان خلينا نكون منصفين فيه كمان على الجانب الآخر أنه بعض الأشخاص يتأثر بشكل إيجابي كيف ممكن أن يتأثر بشكل إيجابي على أساس أنه أي صدمة أنا مرت في بي أو أي سوء أنا تعرض طلوانا طيف أحاول قدر الإمكان أحمي أطفالي من هذا السوء وأعاملهم بطريقة تطلعهم أشخاص سويين أفضل من ما كنت أنا في مرحلات الطفولة ففيه تأثير سلبي وتأثير إيجابي لكن نحن نتخذ هذا القرار بالضبط والتأثيرات السلبية دائما ما نحاول إيجاد إليها حلول طيب سداء الصدمات التي تحصل بحياة الأطفال وترافقهم في حياتهم هل نقدر نقول أنها متساوية ولا نسبتها مختلفة من طفل الآخر وبرأيك هل أصبح المجتمع واعي بهذه الصدمات ومدى خطورتها كما ذكرت لك عزيزتي أنه أحيانا مثلا الأشياء التي ممكن أن يعتبرها صادمة وتأزم فيها غير ما يعتبرها ففي فروق فردية ما بين الأشخاص نلاحظ حتى أحيانا مثلا يحصل أزمة معينة أو طلاق معين أو عنف معين يمارس في الأسرة هذه فنلاقي مثلا في ثلاثة أبناء واحد يتأثر بشكل كبير جدا لدرجة أنه ممكن حتى يتعرض لأمراض نفسية فالثاني تحسي أنه عايش حياته طبيعي ما فيش أي تأثير والثالث مثلا يكون متوازن ما بين أنه صح يتأثر بس التأثير هذا ما يعقش حياته في مثل الفكرة ففي اختلافات ما بين الأشخاص بحسب ميوله حسب شخصيته حسب ترتيبه ما بين الأبناء يعني أنا الأول الأول تأثيري غير الثاني غير الأخير كمان بحسب السمات الشخصية بحسب السمات الوراثية كمان بحسب حتى استقابته ونحن دائما نقول أن الصدمة هي ليست بالحدث الصادم وإنما باستقابة الأشخاص للحدث الصادم يعني زي مثلا خلينا نضرب مثال اللي هو مثلا الحرب في اليمن الحرب هذه هي تمر على جميع الأطفال في اليمن ولكن استقابة الأطفال هي صدمة موحدة لجميع الموجودين داخل اليمن لكن استقابة كل طفل تختلف عن الآخر بحسب أشياء وسمات معينة في شخصيات هذا الطفل فمنهم من يتأثر في منهم من ما يتأثر في بعضهم يتزن في التأثير وما إلى ذلك أما من ناحية وعي المجتمع فللأسف إلى الآن خلينا نقول بدأ بدأ في الفترات الأخيرة بدأ ينتشر المجال النفسي بدأ في توعية في شغالين على هذا المجال في مبادرات كثير وأشخاص كمان أخذوا هذا المجال من ناحية توعية للمجتمع ولكن إلى الآن ما نقدرش أنه نقول أنه فيه وعي كافي لأنه لا زال إلى اللحظة وأغلب الأهالي يتعاملوا مع الأطفال وكأنه طفل ما يدركش ولا يفهم ولا يتأثر لقد كبر هو عنده مشاعر هو عنده أفكار هو عنده تأثير ولكن في مرحلة الطفولة وكأنه مقرد من جميع هذه المشاعر مع أنه مرحلة الطفولة هي زي ما قلنا هي أهم المرحلة لتبنيتها أكثر يمكن مرحلة حساسة عن طفل صحيح بالتالي لما تكلمت أنه الأولاد بيختلف داخل الأسرة الواحدة نفس البيئة نفس التنشئة نفس الجينات حتى يمكن متقاربة كثيرا ولكن بيختلف السمات الشخصية في كل شخص يعني طيب ستا الكثير من الدول الآن فعلت فكرة تأهيل وتدريب المقبلين على الزواج منها الدونوسيا اللي كانت نصب الطلاق عنده مواصلة تقريبا في 30% من المتزوجين الآن وصلت إلى 8% فهل هناك أمور أو حلول مناسبة يمكن أن يستخدم المقبلين على الزواج للتخلص من هذه الكلاكيع والصدمات اللي عانوا منها في طفولتهم إذا وجدت هذه الطرق ياريت تذكريها ستالا شوفوا أهم وأفضل الأشياء أنه ممكن أنا كشخص أبدع قص نفسي إذا أنا عندي صدمات في الطفولة مش قادر أن أنا أتقاوز لوحدي فأول وأهم حاجة أن أنا أطلوب المساعدة من شخص خبير سواء كان المشكلة هذه يعني قديمة أنا متذكر لها أو حتى مثلا أنا حاسس بالأثر مش عارف إيش المشكلة بالضبط فلازم أن أنا أتوقه لأخصي سواء أخصائي اللي هي استشارات زواجية ما بين الأشخاص أو حتى استشارات فردية اللي هي على الأساس أنه أنا أحل المشكلة الموجودة عندي في مرحلات الطفولة على الأساس أنه لما أبدأ حياة زوجية أبدأ حياة زوجية وأنا فرغت الأول كامل بحيث أن أنا كبداية جديدة كمرحلة انتقالية أنا مستعد لكل الواقبات اللي فيها لأنه نحن نعرف أنه مرحلة مثلا أول ما يخطي خطوة أنه أدخل أنا حياة زوجية إمرأة ففيه واجبة كثير مطلوبة علينا غير مرحلة العزوبية غير أنه لما أنا شخص فيه أشخاص مسؤولين عني أنا الآن مسؤول عن زوجة مسؤول عن أبناء مسؤول عن قيل أنا أربي قيل فمستحن أنه أقدر أربي قيل وأنا في داخلي أصلا أشياء تحتاج لتعديل فلازم أنه أبدأ أشتغل على نفسي علشان أقدر أشتغل على أبنائي واعتبرهم مشروع ناجح أقدمه للمجتمع هذا قانب أن أخذ الاستشارة من الأشخاص المختصين برضو إذا حسيت أنه مثلا الصدمات كانت بسيطة ومش مؤثرة بالأثر هذا الكبير يعني أن أنا بقدر أن أتقاوز أنا بيني وين نفسي فممكن أن أنا أسترقع الصدمة في الوقت الحالي أسترقع الصدمة كاملة اللي نمرت فيها اللي نحسس أنها مؤثرة فيها وأفند الآثار اللي ممكن تحصل لي من الصدمة مثلا أنا كشخص أنفصله أمي وبي أو توفع أحد الأفراد من بيتي فأنا حسيت أننا المشكلة هذه ما قدرش أتقاوزه أحاول أسترقع المشكلة من أول ما حصلت للأثر اللي حصل فيها وكأننا أعيد الشريط هذا كامل هذا الاستعادة هذه تساعد في علم النفس تساعد أن يتخفف حدة الشعور اللي يحصل للفرد أثناء تذكر المشكلة هذه فبالتالي يخف الشعور نفسه وبعدين أبدأ أفند أشوف هي إيش مؤثرة عليها في حياتي القاية أنا صداقاتي قليلة أنا مثلا مش عارف أستقر بموضوع زواج أخطوب المرة لو لا أخطوب المرة الثانية أخطوب المرة الثالثة مش قادر أو يتزوج وينفصل يتزوج وينفصل يتزوج وينفصل طبعا والكلام عن الرجل والمرأة بنفس الشي فأبدأ أفند إيش الآثار اللي تأثرتوا بأنا من المشكلة أو من الصدمة اللي حصلت لي وحاول أعالج الآثار على أثر أثر بحيث أننا كأننا أفصل أنا لما أجيء المشكلة ككل تحسها زي الكتلة لكن لما أجيء فلندها على حاجة حاجة ممكن حل يكون أسهل شوية خطوات حبة حبة وأحاول كمان أتكلم فيما مع أشخاص ذو ثقة سواء صديق أهل أنا أحس أنه شخص ثقة فحاولنا أتكلم معه أحكي له الموقف أكثر من مرة على أساس أنه يحصل عنده تقليل من الاستثارة أو الاستقابة لهذا الموقف في الحياة هذا من نوع من أنواع العلاق بالكلام جميل جميل أستاذ ألا طيب عندي سؤال مهم بما أنك أخصائية نفسية يعني الكثير من الأشخاص من الذين قد تعرضوا لصدمات في الماضي ويعيشونها في المستقبل للأسف للأسف لا يذهبون إلى الأطباء النفسيين بحجة أن من يذهب إلى الطبيب النفسي مختل عقليا أعطينا بس نصيحة للي تابعونا ولي عندهم صدمات نفسية ولي حابين أنهم يروحوا للأطباء النفسيين بحول هذا الموضوع بشكل عام أنا دائما أقول لهم أنا إذا عندي مرض قسدي وقلت ما بروحش لعند الطبيب علشان أن الطبيب هذا مش تمام أو علشان أن أنا مثلا ما يقولوش أن الناس عليها مريض أو 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 فأنا بموت يعني نهاية الموقف هذا هو عبارة عن موت سواء موت قسدي أو موت نفسي نفس الفكرة بالجانب من نفسي أنا إذا أهملت المشكلة من موضوع صغير يعني هو بالأول والأخير الأخصائي النفسي أو الطبيب النفسي هو عبارة عن صديق لكن الفرق بينه وبين الشخص العادي أنه أنا كصديق عندي خبرة أن أنا أوجهك على النقاط الصحيحة في حياتك وكأن أنا أضوي لك على مخارج معينة أنت تختار المخرج اللي لاسبك من المشكلة ولكن أنت طالما وأنت داخل المشكلة كأنك قالس بمتاهة مستحيل أنك تقدر تعرف أيش المخرج الصحيح اللي أنت بتقدر تأخذه وفقط الأخصائي النفسي ينور الأماكن المعينة اللي تحتاج تعديل في شخصيتك فأنت اللي تشتغل شخصيتك أنت اللي تعدل سلوكك أنت اللي تعالج نفسك من المرض الأخصائي النفسي فقط هو مساعد وصديق يوجهك يوجهك للطروف النفسي أنت بتخرج منه نعم يعني ستة ألة للأسف هي مفاهيم مغلوطة في المجتمعات العربية ربما كلها ستة ألة مش بس حتى عندنا في اليمن في أغلب المجتمعات العربية بيرفضوا للأسف مقابلة الطبيب النفسي وهي نفس المشكلة عندك مرض جسدي أو مرض نفسي كلهم بيأدوا إلى نفس النتيجة مضاعفات خطر قد تؤثر على حياتك ستة ألة فيصل وانتي خصائية نفسية شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا شكرا لكم جميعا الله يضيك ألف عافية